أقول أنه في وقت من الأوقات المرجعية وجودها بمساحة الحزب كتوجيهات وكذا وكذا ربما أكبر كون الحزب حزب ناشئ ومن عراقية داخل في وقت كان الكبار وحدهم موجودين بين قوسين طبعاً في 2005 و2004 فأرادت أنه تدفع باتجاههم شبيبة راعيتهم منذ زمن النظام السابق من عام 99 و2001 و2002 وكانت لهم أدوار مجتمعية راقية جداً في ذلك الوقت وأرادت أن تدعمهم هل سأقل لك لحق المرجعية حيث من هذا الموضوع؟ أي نعم لحق المرجعيتنا لو كانت ربما اليوم فقط على بحثها العلمي وحضرتك مطلع على مستوى البحث العلمي لسماحة المرجع لكان ربما اليوم طلابها ووجودها ربما أكبر لكن يضحت بي في سبيل شنو في سبيل أنه تدفع هذه الناشئة التي تعتقد بصلاحها هو بالنسبة للمرجعية وأنت الأعرف دكتور هذا الموضوع بعتبارك يعني أمين حزب إسلامي المرجعية مواقفة مرتجالية مواقفة مبنية على فتوى طبعاً والفتوى بعد الشروع بها يعني بعد ما المرجع يشرع ويطلع رسالة عملية ويقول رأيه بمختلف القضايا خلص نعم قل ما يغير المرجع فتوى غيرون موجودة قل ما فالمفروض عنده الرؤية واضحة بسنة 2005 و2004 بخصوص طبيعة الاشتراف بالعمل السياسي نعم وطبيعة الحضور داخل الحزب نعم فيفترض هذا الموضوع مو عرضه للتغيير أو عرضه للمدرشين ولا والله لا الظروف تحتاج في بعض الأحيان الظروف تحتاج في ذلك الوقت شبيبة ما عدهم وجود ما عدهم أي دافع من الممكن أن يخليهم في الصفوف الثانية والثالثة كان محتاج أنه دعم مرجعية ودعم المرجع ووجود سنحن نكون واقعيين بقضية يعني أتباع المرجعية ومقلديها مو فقط في حزب الفضيئة لما هذا ربما أنت يعني تستغرب ذاتي لك يا قالهم إلى مقلدين في بدر ربما إلى مقلدين في حزاب أخرى في حزب الدعوة وغيرها وربما أنا عندي كأشخاص أنا أتعامل معهم وليس يحشي لك يا هيج حجي فقلزي هو ما مختصر على هذا الموضوع لكن تعرف حالة التدافعات الموجودة في جميع الساحات ومنها حتى ساحات المرجعية تدفع باتجاه هذه التصورات محاولة ربما ما أريد أفسرها تفسير سيء لكن هو بالتالي كانت مخرجاتها مخرجات غير مقبولة